اشتركوا في القناة ولا حول ولا قوة ولا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فقد كنا بينا أن جميع صفات الله عز وجل وجميع صفات رسله عليهم الصلاة والسلام يجمع ذلك كله الشهادتان فقولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله جامعة بكل ما تقدم الكلام عنه فأما الشطر الأول من هذه أو الشهادة الأولى لأننا نقول الشهادتان بالتثنية وحينئذ لا إله إلا الله شهادة ومحمد رسول الله شهادة وقد نسميه ما معا شهادة بالإفراد وحينئذ فهذه الشهادة لها شطران الشطر الأول هو لا إله إلا الله وهذا الذي يسمونه بالشطر النظري أو الشطر التصوري والشطر الثاني محمد رسول الله وهو الشطر العملي إذن فالدخول في الإسلام والانضواء تحت لوائه والانتماء إليه والانخراط في سلكه يقتضي من الداخل أو المريد الدخول أن يقر بهذه الشهادة بشطريها أن يشهد أن لا إله إلا الله وهذا يعني اعتراف وإقرار عقل تصوري اعتقادي لكن لا قيمة له إذا لم يؤكده بالشطر الثاني وهو محمد رسول الله فإقرار والشهادة بأن محمد رسول الله معناه أنك تشهد بأنه جاء بهذه الشريعة من الله وشهادتك هذه لا قيمة لها إذا لم تعمل بمقتضاها لم تعمل بمقتضاها فأنت تشهد أن محمد رسول الله أي جاء عن الله عز وجل بهذا الدين وبهذه الشريعة وبهذه الأحكام ثم أنت لا تقيم هذه الأحكام فكيف تشهد هذه الشهادة وأن تخالفها وأن تناقضها لذلك فالشطر الثاني من الشهادة إن سميناها شهادة بالإفراد والشهادة الثانية إن عبرنا بالتثنية وقلنا الشهادتان فالشطر الثاني أو الشهادة الثانية هي التي تصدقك في دعواك الأولى وشهادتك الأولى أو تكذبك لذلك قال النظم رحمه الله وجامع معنا الذي تقرر شهادتان الإسلام فطرح المرى الشهادتان هنا قلنا شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله فهي عنوان المسلم عنوان المسلم الذي يدل على كونه مسلما هو حينما اسمعه يقول لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس احتى يقول لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله إذن فلا إله إلا الله محمد رسول الله عنوان المسلم عنوان المسلم وأما الإيمان فهذا أمر خفي أمر قلبي لذلك حينما قال الأعراب كما حكى القرآن الكريم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فالإيمان أسأل قلبية ولكن الإسلام يرى بالأيون ويلاحظ ويشاهد لذلك فحينما يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله نعلم أنه مسلم نعلم أنه مسلم وجامع معنى الذي تقرر شهادات الإسلام فاطرح المراء أي انبذ وترك المراء أو الجذال لأنك إذا يعني دخلت إلى ما وراء هذا فستدخل في المتاهات ثم إن الناظم رحمه الله تعالى إنما أتم البيت بذلك وقدم هذه النصيحة أي ترك المراء لأن ترك المراء من العقيدة ترك المراء هذا مما يدخل في عقيدة أهل السنة وقد نص عليه علماء العقيدة ومنهم حتى ابن أبي جيد قيرواني في مقدمته العقدية نص على ذلك لأنه ساق مجموعة من المعتقدات نحو من مئة معتقد كله على مدى بأهل السنة ومن جملة ذلك ترك المراء ترك المراء أي الجذال الجذال العقيم نجادل أهل الحق ونريد أن ننازعهم في حقهم وما إلى ذلك فهذا هو المراء الذي لا يجوز وهو مراء يعني في الباطل أن تجادل بالباطل ثم هذه المسألة وهي أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تجمع كل ما تقدم من صفات الله تعالى ومن صفات رسله عليه الصلاة والسلام أول من اهتدى إلى هذه الصيغة وهذه الفكرة واعتبار المعتقدات المتقدمة خصوصا كما قلنا صفات الله عز وجل وصفات الأنبياء والرسول بكل أقسامها أنها ملخصة ومجموعة في لا إله إلا الله محمد رسول الله أول من يعني أم البراهين أم البراهين وهي العقدة الصغرى أم البراهين فهو الذي تكلم عن صفات الله عز وجل بأنواعها وأقسامها وعن صفات رسله الكرام ثم بعد ذلك قال هذا الذي تكلمنا عنه كله يعني جامعه وخلاصته لا إله إلا الله ودرج على ذلك من بعده فابن عاشر رحمه الله تعالى في مقدمته العقدية القيمة أيضا درج على هذا وقولوا لا إله إلا الله محمد أرساله الإله إجمعه تماما إجمعه كل ما تقدمه يعني الكلام عنه إذن فقول الناظم هذا هو درج فيه على من قبله وجامع معنا الذي تقرر شهادة الإسلام فاطرح المرأ أي فانبذ طرح الشيء تركه ونبذ ولم يعني يلتفت إليه ولم يحرص عليه فاطرحه وإنما يطرحه ما لا يصلح ولم تكن نبوءة مكتسبة أو نبوة نقول نبوءة ونبوة إن إما نقول النبي وإما نقول النبي وقت قدم ذلك فيما مضى ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقي في الخير أعلى عقبه ولو رقي هكذا بكسر الكافي ولياء التي نقف عليها بالسكون لضغط الوزن لأن الأصلاة رقية رقية يرقى صاعدة أما راقى فهذا معنى له معنى آخر راقى الدم يرقو يرقو يعني انقطع ما هنا من الرقي وهو الصعود ولم تكن نبوة مكتسبة هذه أو هذا معتقد آخر يجب الإيمان به وهو أن من كان نبيا وفضله الله على غيره بالنبوة أو كان رسولا وفضله الله تعالى على غيره بالرسالة فنيل هذه الحضوة عند الله عز وجل لا يكون بالارتقاء في العبادة بمعنى أن النبوة لا تكتسب بكثرة العبادة والتعمق فيها وتحمل مشاقها وما إلى ذلك لا هذا شيء حسن قد يوصلك إلى الولاية وإلى المقامات العلا فيها ولكن ليست هي الطريق الموصل إلى النبوة أبدا لذلك قال ولم تكن نبوة مكتسبة لم تكن تكن هنا معنى كان التامة ليس الناقصة لم تكن أي لم توجد ويمكن أن جعلها ناقصة وتكون حينئذ مكتسبة خبرا إذا قلنا مكتسبة فهي فاعل لكانت تامة تكن وإذا قلنا مكتسبة فهي خبر لكانت ناقصة المعنى أن النبوة ليست مكتسبة وإنما هي منحة من الله عز وجل وتأيين منه سبحانه وتعالى من اختاره لها فهو الذي تكون له ولم تكن نبوة مكتسبة وهذا قد أشار إليه الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم منهم الإمام بوصير تبارك الله ما وحي بمكتسب تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي هو رسول ولكن نبوته هذه ورسالته التي أعطاه الله إياها ليست مكتسبة لم يكتسبها بوسائل الاكتساب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو موحى إليه من الله تعالى واختاره الله لذلك حتى ما معه من العلم لم يكتسبه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه من قبل الخلق وإنما أوحى الله به إليه ولذلك لا نقول في النبي إنه فقيه أو نقول أصول أو نقول عالم بالمعنى لا لا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما عنده من المعارف ومن العلم الربان اللدني هو من الله عز وجل عن طريق الوحي عن طريق الوحي بما في ذلك ما أطلعه الله عليه من الغيبيات ولم تكن نبوة مكتسبة أي النبوة ليست السبيل إليها عن طريق الاكتساب وإنما عن طريق اختيار الله عز وجل لعباده وإنما اختار الصفوة المجتباه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الغيارة ما كان لهم الغيارة فالله تعالى هو الذي يختار ولم تكن نبوة مكتسبة ولو راقي في الخير أعلى عقبه ولو راقي في الخير أصلها راقية وإنما وقف على الياء كعادته استعمال السكت للوزن ولو راقي في الخير أعلى عقبه أي ولو مكت يفعل الخير ويفعل الطاعات والقربات ويكثر منها ويتحمل عقباتها ومشاقها إلى أبعد حد فإنه لا يمكن ذلك أن يوصله إلى النبوة فالنبوة لها طريقها الرباني لا غير وطبعا هذا بصفة عامة وإلا فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعده لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوهم أحد أنه يعني أو يرى رؤيا في منامه فيزعم أنه أصبح نبيا أو كذا هذا كله أوهام أوهام وكله من وحي الشيطان ولو راقي في الخير أعلى عقبه كناية عن المشاق والأتعاب التي يتحملها من أجل يعني إيغاله في الخير والمقصود بالخير هنا بمعناه العام أي الطاعة والعبادة وما إلى ذلك وفعلوا الخير لعلكم تفليحون بهذا المعنى الخير هنا وراد بالمعنى الأعم لأن كلمة خير قد تراد بمعاني متعددة قد تطلق احتعى المال تطلق على المال وإنه لحب الخير لشديد الخير هنا المال ولكن هنا في هذه في هذا الشطر من البيت مراد بالخير معناه الأعم معناه الأعم أي كل أعمال الخير من طاعة وتقرب إلى الله تعالى وعبادة وما إلى ذلك ولو راقي في الخير أعلى عقبه بل ذاك فضل الله يؤته لمن يشاء جل الله واهب المنا بل ذاك أي النبوة إيتاء النبوة وتعين الشخص الذي يكون نبيا ورسولا إنما ذلك بفضل من الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقلنا بل ذاك فضل الله بل النبوة ومن أسمائه الحسن الوهاب والواهب المعطي والمينان جمع منا وهي العطية إذن تبارك ربنا عز وجل وتنزه في عليائه الذي من صفاته أنه يعطي المينان يعطي العطايا التي لا حد لها ولا حطر وقلنا بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المينان ثم لما كان الكلام هنا عن النبوة وأن تعيين الإنسان نبيا ليس عن طريق اكتسابها النبوة لا تكتسب إذ لو كانت تكتسب لسعى إليها الكثير من الناس ولكنها فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء لما كان الكلام عن النبوة وأنها غير مكتسبة ناسب أن يتحدث بعد ذلك عن أفضل الخلائق لأن النبوة هي فضل من الله معنى هذا أن الله تعالى يمن على من يشاء ويتفضل عليه بهذه النبوة فإذا ذلك المتفضل عليه هو يعني من أهل الفضل هو فاضل فضله الله فضله الله تعالى فناسب السياق والكلام أن يتحدث النظم رحمه الله تعالى عن الفضل الموزع بين الخلائق عنويها وسفليها يعني من أفضل الخلق فهذا هو السياق الذي اقتضى الكلام عن هذا المعتقد لأنه دائما تكلم في المعتقدات وفي النهاية لو يعني يقوم الإنسان ببحث في هذه المنظومة لا استطاع أن يحصي المعتقدات السنية التي فيها كما فعل بمقدمة ابن أبي زيد القراء وغيرها وغيرها إذن المعتقد الذي وصلنا إليه الآن هو من أفضل الخلائق على الإطلاق ومن هم الذين يلونه ثم الذين يلونه إلى آخره فالكلام عن أفضل الخلق ناسبه الكلام عن أن النبوة لا تكتسب وإنما تؤتى وأنها فضل من الله تعالى بل ذاك فضل الله يؤته لمن يشاء جل الله واهب المنا فننتقل الآن إلى من حاز الفضل أكثر من من سوى من أفضل الخلق على الإطلاق قال وَأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق وَأفضل الخلق على الإطلاق يعني إذا أخذت الخلق على الإطلاق أي القسم العلوي وهم الملائكة والسفلي وهم البشر والجن هذا على كل حال الذي يمكن الكلام في الفضل ومن حاز الفضل منهم ولسى الحيوان داخل المعنى إنما الكلام عن الملائكة والأنبياء أو عن الخلق بصفة عام البشر وعن الجن فأفضل الخلق على الإطلاق أي ملائكة وإنسا وجنا قال وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق أي فانصرف عن أن تجادل في هذه الحقيقة وفي هذا المعتقد بحيث النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وإن كان عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه بأن لا يفضلوه على الأنبياء قال لا تفضلوني على الأنبياء هذا النهي لا يتنافى مع هذا المعتقد الذي انعقد عليه الإجماع عند أهل السنة هذا النهي هذا لا تفضلوني على الأنبياء معناه قالوا هذا من ناحية هو من باب التأدب من باب التواضع والمقصود بالنهي عن أن نفضله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء من غيره عن إخوانه الأنبياء إنما هو التفضيل الذي يجر إلى ما يخالف الشرع وإلى أن يقال في أولئك الأنبياء المفضولين بالنسبة له صلى الله عليه وسلم ما لسا لائقا بحقهم هذا هو على كل حال المحل النهي هو هذا أما إذا لم يفضي التفضيل إلى ذلك فليس هناك نهي عنه هذا من جهة ومن جهة أخرى قال العلماء إن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء أو على غير من الأنبياء قالوا إنما قال ذلك ونهى في هذا النهي قبل أن يعلم أنه أفضل الخلق قبل أن يعلم أنه أفضل الخلق ومن أحاديثه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد بني أنا سيد ولدي آدم أنا سيد ولدي آدم ولا فخرا أي ولا أقول هذا من باب الافتخار وإنما من باب الحقيقة والتحديث بنعمة الله عز وجل فإذا من العلماء من قالوا إنما نهى قبل أن يعلم من الله عز وجل أنه أفضل الخلق فلما علم فلابد أن يقر بذلك ويحدث بنعمة الله عز وجل قلنا وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق أي لا تشاق أو لا تشاقق في هذا لا تشاق في هذا لا تجادل لأن الشقاق إنما سمي شقاقا لأن الذي يفعله الذي يخالف ويجادل تبعا لذلك الخلاف يكون في شق والطرف المخالف المشاق في شق آخر فذلك سمي شقاقا شقاقا فمل عن الشقاق إذن أفضل الخلق على الإطلاق أفضل الملائكة وأفضل بني آدم وأفضل الإنس والجن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر على كل حال كما قلنا معقد عليه اتفاق أهل السنة وحتى المعتزلة أيضا لم يخرجوا عن هذا الإجماع حتى المعتزلة لم يخرجوا عن هذا الإجماع إلا ما كان من الزمخشري وحده الزمخشري وحده هو الذي خرق هذا الإجماع وقدم جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال جبريل هو هو الأفضل واستند إلى دليل مرضود عليه استند إلى قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين هذه أوصاف لجبريل صحيح أوصاف لجبريل ففهم منها أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره بتلك الأوصاف هنا في هذه الصورة صورة تكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون إنما تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفي الجنون عنه وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بلفوق المبين أي رأى جبريل ففهم من هذا أن جبريل أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن أجاب أهل السنة عن ذلك بأن ما وصف به جبريل عليه السلام في هذه الآيات البينات من صورة التكوير هو مرتبط بصياق يجب أن نعرف سبب النزول والسياق الذي وردت فيه هذه الآيات والسياق هو أن المشركين والكافرين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءهم بالقرآن بأنه علمه جبريل يعني أن القرآن جبريل وأن جبريل هو الذي علمه وأنه على كل حال تابع له وما إلى ذلك فجاءت هذه الآية تبينوا أن جبريل عليه السلام إنما هو مكلف إنما هو يعني مأمور من قبل الله عز وجل وليس هناك من كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جبريل ينزل بالوحي من الله تعالى وبأمر منه عليه إنه لقول رسول كريم أي القرآن إنه لقول القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآية هنا تبين أن الله تعالى أمره بأن ينزل بهذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أي بين الملائكة أمين وما صاحبكم بمزنون فالسياق يجب أن يحرر هذه الأوصاف ليرد بها وليضحظ بها قول المشركين ما نسبه افتراء إلى إلى معلم النبي صلى الله عليه وسلم فبين أنه أمين على الوحي نزل بإذن الله وبأمر الله سبحانه وتعالى وإلا فالكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك آيات كثيرة وإنك لعلى خلق عظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آيات بالعشرات تكلمت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قيمته ومكانته عند الله عز وجل فعلى كل حل كل مقام المقال فالسياق في سورة التكوير كان هو رد شبهات المشركين وإبطال ما زعموه إبطال مزاعمهم وليس السياق في المفاضلة بين جبريل وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن فزمخ شري وحده هو الذي خرج من هذا الإجماع الذي هو أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق فهو أفضل الأنبياء وأفضل الملائكة وأفضل بني آدم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق كأن ما يشير إلى يعني زمخ شري ومن لف لفه بل ذهب السواد الأعظم من العلماء إلى أن ابنته فاطمة الزهراء هي أفضل مرأة على الإطلاق هذا معتقد آخر يستتبعه الذي نحن فيه وقد سمعنا من شيوخنا أن الذي عليه العلماء أن فاطمة الزهراء هي أفضل نساء العالمين وفي ذلك يقول النظيم والمرتضى تقدم الزهراء ولو على مريمين العذراء والمرتضى تقدم الزهراء ولو على مريمين العذراء وقد سمعنا هذا البيت من شيخنا العلماء سيد عبد الواحد من عبد الله الرباطي وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق أي ابتعد عن المجادلة العقيمة وعن مخالفة ما عليه الإجماع لأن خلق الإجماع حرام خلق الإجماع حرام والأنبياء يلونه في الفاضل وبعدهم ملائكة ذي الفاضل هذه ملائكة ذي الفاضل ركين إدغام رتقروها بالإدغام هذه التارة تمشي والذال ردي تشدد رتقول وبعدهم ملائكة ذي الفاضل لأن أصلها وبعدهم ملائكة ذي الفاضل ولكن إذا قرأتها هكذا كما هو الأصل فالمسنو يفسدو ويختلو فلذلك يعني نقف كما هي العادة التي جرى عليها النظيم بها السكتي على ملائكة ولكن نضغم تلك الهاء في الذال الذي بعدها والأنبياء يلونه في الفاضل وبعدهم ملائكة ذي الفاضل يعني أن بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفضل هو أفضل الخلق على الإطلاق يعني لا يعني الخلق العلوي ولا السفلي لا الخلق العلوي ولا السفلي هو أفضلهم جميعا وعلى الإطلاق أي أفضل الخلق الذين في الأعلى والذين في الأرض الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم هم الأنبياء قال والأنبياء طبعا حينما نقول الأنبياء فإننا نقصد الأنبياء والمرسلين إذن فأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأنبياء لأنهم بلغوا رسالات الله عز وجل وفعلوا ما أمرهم به سبحانه وتعالى وإنما فضلوا على الملائكة لأن الملائكة هلا كل حال هم مجبولون على طاعة الله عز وجل لا وفعل ما أمرهم به لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون بينما الأنبياء هم بشار يعني فيهم هلا كل حال غرائز الشهوات ومع ذلك قمعوها وجاهدوا أنفسهم ولم يفعلوا حراما حقيقة هناك تأييد من الله تعالى بالعصمة والتوفيق والتسديد والعون ولكن على كل حال هؤلاء زبدة الخلق وصفتهم الذين هم خيارهم هم خيارهم وهم المصطفون منهم في شمائلهم وأخلاقهم وفضائلهم ومكارمهم والأنبياء يلونه أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء الأنبياء وبعدهم ملائكة ذي الفضل ملائكة ذي الفضل أي الموصوفون بالفضل فإذن هذا هو الترتيب بإجمال الترتيب المجمل هو أن أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده الأنبياء ثم الملائكة أما في كون النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل الخلق فهذا بإجماع ما خرج من الإجماع إلا الزمخ شاري رحمه الله تعالى وغفر له وأما ما بعد رتبة الأولى فقد وقع اختلاف بين العلماء هل الأنبياء مقدمون على الملائكة أم الملائكة مقدمون على الأنبياء والأنبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة ذي الفضل هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا وبعض كل بعضه قد يفضلوا بمعنى أن الذي عليه كما قلنا الكثير هو هذا الترتيب في التفضيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق يليه الأنبياء والمرسلون يليهم الملائكة هذا الترتيب كما قلنا مجمل بعض العلماء فصل في هذا الإجمال ففي كل طائفة أو في كل طبقة من هذه الطبقات في كل أهل رتبة من هذه الرتب تفاضل أيضا إلا رتبة الأولى فلا تفاضل فيها لأن فيها شخصا واحدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطبقة الثانية أو أهل الرتبة الثانية الأنبياء فالأنبياء يتفاضلون فيما بينهم ليسوا على رتبة واحدة ليسوا على يعني يعني مرتبة واحدة بل يتفاضلون فأولو العزم منهم أفضل ممن سواهم وهكذا يعني إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليه السلام هؤلاء أولو العزم لأن أولو العزم خمسة وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الذي نتكلم فيه وهو أي الناس أفضل أو أي الخلق أفضل فهو يحتل المرتبة الأولى التي لا ينازعه فيها أحد المرتبة الثانية الأنبياء وهم يعني كطبقة ثانية فيهم تفاوت وتفاضل فيما بينهم ثم الطبقة الثالثة وهم الملائكة أيضا فيما بينهم يتفاضلون فجبريل على رأسهم وكذلك يعني ملك الموت عزرائيل وميكائيل ملك من الملائكة الذين يسميهم العلماء رؤساء الملائكة رؤساء الملائكة إسرافيل الذي ينفخ في الصور في البوق هؤلاء إذن أفضل بما سواهم وكذلك من ذكروا الحافظة ورقب يعني الملائكة الذين يعني يحفظون الإنسان من أمر الله معقبات يعني كذلك رقيب وعتيد يعني الذين ذكروا من الملائكة بأسمائهم رضوان ومالك كل هؤلاء أفضل ممن سواهم فلذلك قال هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا أي بعدات فضيلهم حسب ما ذكرناه من أن رسول الله أفضل الخلق وبعده الأنبياء وبعدهم الملائكة فبعض العلماء قالوا إن كل بعض من هذه الأبعاض الثلاثة فيها تفاوت أيضا وإن كان الأمر يتعلق فقط بالبعضين الأخيرين أما بعض الأول هذا لا كلام عليه إذن في الأنبياء وفي الملائكة هم الذين فيهم هذا التفاوت وكذلك أيضا في الخلق في البشر في بني آذم من غير النبي صلى الله عليه وسلم من غير الأنبياء قال هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا وبعض كل بعضه قد يفضلوا وبعض كل مما ذكره قد يفضلوا بعضه بك بعضه التانية وبعض كل بالتنوين بعضه مفعول به مقدام والفعل هو يفضلوا أي قد يفضلوا بعضه بمعنى أن في كل بعض من هذه الأبعاض المذكورة تفاوت وأن بعض ذلك البعض يفضلوا بعضه هذا هو المعنى بمعنى أنه بعض الملائكة يفضلون بعض وبعض الأنبياء يفضلون بعض وبعض سائر الناس يفضلون بعض فهذا معنى قوله هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا وبعض كل بعضه قد يفضلوا ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى وإلى حلقة القادمة بإذن الله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر